أهلا وسهلا بحضراتكم من جديد والفقرة الحوارية النهاردة في صهرتة النهاردة بتأكيد صهراء مختلفة فيها فقرات عديدة جدا لأن النهاردة ذكر طبعا افتتاح قناة النادي الأهلي من 11 سنة يعني 6 أغسطس 2008 والنهاردة بنتكلم في 6 أغسطس 2019 العمر بيجري بسرعة لكن الزكريات الجميلة عمرها ما تتنيسي وذكريات كانت رائعة جدا طبعا النهاردة ضيفي يعني أنا بالنسبة لي على المستوى الشخصي يعني إن شاء الله بإذن الله أقدر أعمل حلقة كويسة معاه لأنني أعتبر أحد تلاميذه مش في المجال الإعلامي فقط لايك كمان في المجال الصحف لأنني اشتغلت معاه في فترة من الفترات في أكتر من مكان كاتب صحف كبير مقدم برامج بالعديد من القنوات الفضائية مدير مكتب الأهرام بالجزائر رئيس القسم الرياضي سابقا في الأهرام المسائي مدير تحرير الأهرام العربي مدير تحرير الأهرام الرياضي مقدم برنامج البيت الكبير في قناة النادي الأهلي وهذا البرنامج تحديدا كان لي إطلالة مختلفة وذكريات تجميلة ديفي أنا مش عايز أقول ديفي ودفكم هو صاحب مكان وصاحب بيت الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ نصر الأفوص أستاذ نصر بنور الدنيا لا أنت بنور الدنيا أستاذ الله خليك أولا أنا سعيد أنا بمعك أنا اللي أسعد أنا اللي أسعد الله خليك بنفتكر ذكريات جميلة ووقت ما كانت القناة بتبدأ في 2008 كان برنامج عظيم لي قيمة كبيرة برنامج البيت الكبير تحب في البداية تقول إيه النهاردة إحنا بنفتكر بالتأكيد ذكرى تأسيس وافتتاح القناة 11 سنة بص أنا إمكان ما بطلعش على الشاشة بعالية أكتر من سنتين لكن مجرد مجرد مجرس محمد بص تكلمني وأقالي الأهلي على طول طلعيني مشدود رايح لسبب لأنه قناة الأهلي كانت السبب في أن أنا أتعرف يعني يمكن كنت صحفي بعالي سنوات طويلة جدا بس إنك تتعرف من حيث الشكل أو فجأة ألاقي نفسي ماشي الناس بتقول فلانا يعني على طريقة الفنانين أو النجوم أنا ما كنتش حسيت دي أو ما كنتش عشتها مجرد أربع تلات أربع حلقات لقيت نفسي في المنطقة دي إضافة بقى يعني رغم أن أنا البرنامج واقف بقاله سنوات طويلة جدا لحد دلوقتي وقدمت برامج كتيرة جدا لحد دلوقتي ناس تقولي البيت الكبير وحصلت محاولات لمحاكاة البيت الكبير بأن يتخذ الاسم في قناة هنا أو قناة هنا لا ممشيش لأنه هو البيت الكبير لا يعني على الأهلي هو الأهلي هو كم يعني لو أنت فاكر طبعا أنت كنت معنا يعني كنت سعيد وانت شارك أنا أحد دا فيه لا بالعكس أنا سعيد بأن أنا النهاردة يعني ساعتها أكبر أن أنت تكون متقلق وناجح فكانت أن كلمة البيت الكبير أن هو النادي الأهلي هي كمن كانت صدفة كده يعني لأن أنا أعمل برنامج في قناة الأهلي تقريبا في خلال ست ساعات ست ساعات آه أنا فجأت بالتليفون جاي لي الزميل العزيز طبعا لأستاذ أهاب الخطيب بيكلمني بيقول لي هتكلمك فلانا ليه الأستاذ الأنهان البشري وحتارد عليك حاجة والنبي وافق وقدت له حاجة إيه طب قول لي بس قال لي لا معيش هتكلمك على طول بعد شوية لأنها كنت بكلم كلمتني قالت لي نتقابل في المكان الفلاني رحت قعدت قالت لي طب بعد ساعة هتيكي تعمل بروم قعدنا مع بعض ربع ساعة طب أعمل برنامج إيه أو إمتى أو فين القناة دي طلعت فين قالت لا لسه هنطلع فطبعا يعني القناة فتحت بقى وكان علي أن أنا فكر قلت لها فكرنا واخترنا اسم البيتك قلت لي هاي الجد طبعا أنا أقدم إيه قالت لي أنا عايزة دماغك قل لي أنت عايزة تعمل إيه فطبعا كانت فكرة البيت الكبيرة أن نعمله بقى زي ما عادتك قدمت أنه يبقى ثقافي اجتماعي رياضي يعني كان عادة بنخلي نجم الكورة يتكلم في الثقافة أو في الحالة الاجتماعية وأحيانا في الاقتصاد يعني زي ما حصل مع بركات مثلا لما قاعد يحكي لنا علاقته بالبورصة إيه حاجات زي كده بخفة ظله الشديدة جدا فكان فيه ناس متنواعة كتير جدا كمان الإضافة يا صد نصري لما كمان الفنانين الفنانين الأهلوية كان لهم دور وكان لهم ظهور مهم جدا في مرامج البيت الكبير لأن الفن وعلاقته بالنازل أهلي كانت علاقة قوية جدا اه واكتشفنا فيها حاجات كتير واكتشفنا تفتكر يعني اكتشفنا أعماق وحاجات كتير هو كانت المفاجأة في البرنامج كمان إن الحلقة الأولى استضفنا فيها رئيس ناتزة مالك صح كان الدكتور كمال دارويش الله يمسيه الخير وديكت الرسالة لوقتها قناة القالك عايزة تقولها يعني حتى لما قينا نتناقش فيها كانت نهال قلقنا منها شوية وبعدين قالت لي لا خلاص أوكي يعني أعملها يعني فكانت مفاجأة الحلقة الأولى وكانت صادمة شوية بالنسبة لبعض الناس بس عملت رد فعلي إيجابي وقالت بداية مبشرة لإعلام رياضي محترم بالزبط ورسالت الأهل وقتها من خلال قناته لأ القناة مش تعصب بالعكس القناة ليها دور إعلامه مهيب لأ وعدد الزمالكوية وعدد الزمالكوية بقى كمان كتير يعني يعني كان أي حد يمكن حدك تفتكر إن مثلا كامل بيتور كان جاء عمال حلقة حلو قوي الخال فهم عمر أه طبعا يعني والأساس فهمي الكبير طبعا العظيم والله يرحم أخوي أو صديقي وسامي العدل وده ما كانش بيروح لما يعني حتى لما أنتو كلمتوه لحد أنا ما كلمته بقى فجيه وعملنا مع حلقة ويمكن أبا ما نساسش سامي لأنه كان عشرة عمره طويلة جدا الله يرحم وهو كان زمالكاوي قوي يعني زي ما بنقول زمالكاوي سيخ فيه أهلاوي سيخ برض يعني ورغم ذلك كانت روحوا الرياضية عالية جدا وتكلم كلام كان فيه بالنسبالي أنا وأنا بقدم مفاجآت غير عادية على الله الله يرحم الرسائل كانت رسائل مهمة وعتها يا أستاذ ناصر كانت رسائل مهمة جدا أنك كمان لسه بتبدأ نشوارك الإعلامي وقناة النادي الأهلي وبتبدأ كمان بتحسس خطواتك مع المشاهد وبتوصل له رسالة إيجابية مفيش تعصب لنا دور اجتماعي لنا دور ثقافي دور رياضي كمان توضيد العلاقات بيننا وبين كل الأندية دي حصلت ولو حصلت مع كل الأندية مش الزوالة بس يعني في البيت الكبير لما الناس كانت اتفاجأت بأن الكابت الحمدي نوح على الشاشة في صهرة لأنه لو أنت تذكر أكيد مش لو تذكر أنا اللي ممكن أنسى نحن لعنا ثلاث أربع شهور أسبوعي وجي رمضان فأنا فجأت بيقولولي أن حتقدم في رمضان يومي يومي إيه ده رمضان ده بيبقى دراما فقالولي لا الأهلي جمهوره حاجة تانية خالص فوقفاكر الله يمسى بالخير برضو نهال قالت لي بص فيه ناس في الأهلي يجيبوا الشاشة عليها أحمر بس وقد تفرج عليها إن شاء الله فيهاش حاجة فاكر رئيس لما كنا بنختم البرنامج كان الفترة دي كان عدد البرامج كان قليل جدا لأول ما كنا في شركة ميسك فكانت الشعار بتاع النادي الناس لما كان بيفضل طاير على الشاشة الناس كانت بتجيب شكل الشعار من بالليل بعد ما بنختم برنامج البيت الكبير لغاية تاني يوم الظهر لما يكون فيه الإعادة حصلت أنا شفت الحكاية دي عند ناس كتير ناس كتير جدا كان فيه يعني حدقة طبائل أسنان ريح لعمل سناني فلقيته سايب الشاشة كده قلت له ده فيش حاجة شغالة فيش حاجة شغالة قال لي لا هي كده الأهلي بسر الأهلي طاير مبسوط من كده طبعا يعني دي كانت والشخصيات اللي جات كمان والمفاجآت اللي في الحلقات يعني أنا منساش الله يرحمه علش يعني لإني فيه ناس قمم إني أبقى أعدت قدامهم أعمل حوار في أي قناة على مستوى العالم أبقى فخور زي مثلا وسامة أمره وكاش ودي كانت من الحلقات الرائعة وأنا اكتشفت يومها إن الأستاذ أسامة لعب رياضة وعارف رياضة كويس وحافظ الأهلي عن ظهر قلب وقعد آل معلومات في تاريخ النادي الأهلي أنا كنت مزهول فيه ساعة وشر محمد صفاء عامر السناريست العظيم جدا برضو كان أهلاوي جامد جدا وكان من الحلقات طبعا أو الأهلاوية بقى السيخ قوي عم أحمد فؤاد نجم آه عم أحمد فؤاد نجم وجالنا سجل الحلقة في رمضان الصبح حقيقة آه يعني كان برضو من الناس وكلمنا بقى على النادي الأهلي لو تفتكر الحلقة دي حاجة غير عادية وتقال شعر ده كان بيرتاجل شعر كمان وحنا من شغريف الحلقة على طول هو عم أحمد تعصره يقعد ينزل شعر على طول صح؟ يعني ده ما وغير إنه حلقة إنسانية لكن علاقته بالأهلي إنه من جمهور المدرجات في الدرجة الثالثة دائما ويحب يدوب في وسط الناس وإنه قال شعر أحيانا في المدرجات وقال لي على بعض القصيد ما أذكرش طبعا دي حاجة وكمان يمكن أنا بتدفق دلوقتي يعني مش أيوة يعني ده ما ده أنت أفتك الحلقة المزهلة بالنسبة لي حتى عسكرية كانت حلقة الفريق أول عم أحمد مرتك ودي رحوا عمناها في بيته ده كانت حيلة ده كانت أو كانت في بيته واسترجع زقريات وتكلم في مواقف تاريخية كمان جوه النادي الأهلي ده حكايته مع النادي الأهلي يعني اللي خلاه يبقى رئيس النادي الأهلي واحد زمال كاوي يعني المشير عب حكيم عامر بيقول أنا فجأت أنه عابلني في نادي الزباط في زمالك والمشير عامر كان زمال كاوي متعصب جدا فبيقول ركبني معاه العربية وجينا قدام النادي الأهلي وقال لي على فكرة النادي ده انت حتى تبقى رئيسه قلت له رئيسه ايه انا قل لي علاقة بالأهلي ولا بالرياضة المهم طبعا القصة هو حكاها قصة طويلة قوي وبقى رئيس النادي الأهلي واحد من رموز النادي الأهلي ومن عشاء النادي الأهلي وبيكمل مشواره خالد بقى دلوقتي يعني وحلقة تسجلت للتاريخ أنا فاكر الحلقة دي هو ما كانش بيوافق ما كانش اه يعني الحلقة دي كانت ليه التاريخ يا أصوص نصر هم لا كانت تكلم قبلها عشر خمس شار سنة الزبط ولا أظن تكلم بعدها الفريق الله يرحب خلص يعني وانا دي من الحاجات اللي أنا بالنسبة لي بتساعدني اللي هي الحاجات ال اه وانتو كنتوا بتشتغلوا بقى يعني كنتوا بصراحها يعني بتعمله جهد غير تضيئ يعني حتى في الضيوف كمان وانا عادة أعتقد انك بتبقى فك أنا مزعج في الشوك برا الستوديو مزعج لاني دايما قلقان يعني دايما عايز حاجة غريبة عايز حاجة جديدة عايزة ذاكر بس تعلمنا منك وقتها ازاي نحضر مقدمة ازاي نربط المشاهد بالحلقة بمقدمة تتقال عشان يعرف مضمون الحلقة يبقى ايه ويا سلام لو بتبدأ معا ببيت شاعر عشان تشغل وجدانه بالحلقة قبل ما تبدأ لا كلها دروس تعلمنا منها لا 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 عفو لا يعني مثلا لو تفتكر من الحلقات الجميلة وكانت في لحظة بالنسبة لها سامير أحمد احدش كان يتخيل ان الاستاذة الفنانة انا فجرت لها بتقول لي ده انا اهلوية جدا قلت لها يعني هكشرفينا فقالت لي هو الاهلي نديلي وانا ما روحش معقولة فطبعا دي من الحلقات وكان معها الاستاذ صفد غطاس وعمال يتابع كل حاجة كان معها في القناة اه جاي معها في الكواليس وبيبص في الكنترول وبيتابع في الإضاءة يعني برضو دي من الحلقات اللي الواحد فيه حلقات كتيرة يعني الفنان سعيد صالح سعيد صالح طبعا الله يرحمه عم سعيد شوف احنا اقول دي صاروة عند القناة طبعا اكيد يعني الاسماء دي سعيد صالح من الحلقات برضو اللي كانت ممتازة وعتقد كان بيخرجها يومها كان برجاوي ايوة مظبوط صح مظبوط وعم سعيد الله يرحمه يعني كان جاي كمان لبس الكفاية الحمرة ايوة فاكر قال لك انا في الاهل ازاي ما جيش للبسناها يعني كنت لبس سورتي الاهل طيب ما كانش هيجي مقاسي فقال لك كان لبس الكفاية الحمرة اه قال لي قال لي احنا انت قلتلي ساعة احنا بقلنا قديلت له ساعتين وربا دخلنا في ساعتين ويه اه دخلنا في ساعتين ويه من الحكايات والقصص وبرضو الفنان احمد بدير احنا اللي بانيجي مفكر في اسم احنا نقول زي ما بنقول بيج نيم كبير اوي فتيجي تقول له قناة الاهلي ما تأخرش واهلي او زمالك او اسماعيلي او حتى مصر يعني يعني مسعد نور صح اه عطع المشوار ورجع في نفس اليوم من برسعيد من برسعيد يعني ودي وريس نادي الاسماعيلي كان سعيدها المهندس نصر ابو الحسن ايو ضفنا ايو انت بحث انت شباب اكتر مني من الحلقة الحلوة برضو اللي سجلناها كات مانويل جوزي ودي عملناها في قلب النادي الاهلي في النادي نفسه اه يعني انا خرجت بره الستوديو طلت مرات مره للفريق اول عبد محصر مرتاج ومره لكابتن محمود الخطيب ومره لمنويل جوزي كابتن محمود الخطيب كات حلقة استثنائية لانها اتعمت على جزئين مزبوط جزء في الهرم وجزء في النادي دي كانت برضو حلقة حتى لما اتزاهت ما اتزاهتش حلقة واحدة اتزاهت على جزئين لانك اتحالقة جزئين او تلاتة بالشفاكة لانك اتحالقة جاية مرتبطة بتوقيت يعني كابتن ساعتها كان بعد 25 سنة الفرنسو فوتبول لما اخترته كافضل لعيه في افريقيا ايوه ايوه انت فاكرة طبعا الحلقات دي اصلي انت اللي كنت تبخين التاريخ ده ما ننفعش ننساوه زكريات وكواليس جميلة يمكن جمهور النادي الاهلي يمكن بعد السنين دي كلها بيسمحها الاول مرة لزكريات وحلقات يعني جم وكانوا نجوم وكانوا ضيوف واسر كانوا اللعيبة واسرهم او زوجاتهم اه يعني احمد حسن كان جاي هو واولاده التاتة كان بلعبه في الستوديو كان منظر يعني اكتر من حد يعني مش واحد او اتنين او تلاتة وكلهم كانوا بيستغربوا وبيتدفقوا لاني كنا نتكلم معاهم في سكة بعيدة عن الكورة يعني انا فاكر بركات استغرب ان انا قلت له انا عايز الحلقة ما ابدأش مش انا اللي هقدمك انت اللي هتقدمها فقال لي يعني ازاي انا قلت له انت اجرب عملنا تستو احنا وقفين في مدخل الستوديو وفعلا طبعا عملنا تخف الدم وال اه لا بركات طبعا يعني حاجة جميلة ولما اتكلم في البورصة وتكلم في الخسارة المالية بتاعت البورصة اه وازاي زقو عليها وحاجات زكوة كل شوية عملت شاطر فيخسر وبعدين قرر ينسحب يعني هو على المستوى الانساني وعلى المستوى الكورة وفي معال حاجة كبيرة جدا المستوى الانساني يعني يتحب جدا جدا يعني واضافة لخفة ظله وجديته يعني هو جاد جدا وولا يكف طبعا عن المدعبات والهزار فكان يعني وانا بتكلم معا يقوم عامل حاجة ألاقي ناسي بدحك فموقف عن ان انا اسأل بظبوط فهو يقعد يتكلم دي جيت قلت له ما تدحكنيش كتير قال له بدحكك عشان انت بتتكلمش هو كان فيها بالحلقة اه هو هو ما كانش ضيف وهو كليم كمان يعني بالزبط وكان احمد حسن كده يعني من الناس اللي تتكلم متضفقة كتير اكيد اكيد اه يعني في ضيوف كتير كانوا بيبقى ليهم في حكاية الضيف اللي بتكلم كمان بيريحك بيسهلك الموضوع اكتر اه يعني وانا كنت بحب الضيوف اللي منه ده اللي هو ابقعد اسمع يعني انا مثلا ما كنتش اتخيل الكمية المعلومات برضو اللي عند النادي القالي اللي عند النادي القالي اللي قالها المستشار الصفاء عامر اه يعني كل واحد كان ليه زاوية بس هو يوم هاش اويرلي على حاجة اه ما عاركوش عارفها قال لي انت عارف سر اللون الاحمر اه قلت له لا ما عارفوش ساعتها وقتها ايوة لما طرح السؤال اه قلت له لا ما عارفوش قال لي اللون الاحمر ده لون علم مصر فقلت له يعني تم اختيار اللون الاحمر للنادي الاهلي مع سرق الاسرار والترصص على الاساس انه لون علم مصر قال لي اه وبعدين بعدها بحوالي شهرين ثلاثة كلمتوا بالتليفون قلت له عافية انت حياتك لفت نظري فانا بدأت ارجع للتاريخ واقرة فلقيت النادي الاهلي تأسس سنة 1907 نظبوط السنة دي في تاريخ مصر بتتسمى عام الاحزاب والنادي الاهلي يعني لانه لأول مرة في تاريخ مصر يبقى فيه احزاب 1907 وتأسس النادي الاهلي 1907 حقيقي فبيسموا السنة دي لـ 1907 عام الاحزاب والنادي الاهلي لك انت تخيل بقى ان الاربع احداث اللي هم التلاث احزاب اللي تأسسوا اللي هو كان الاصلاح على المبادئ الدستورية والحزب الوطني مصطفى كامل وحزب الامة دول اول تلاث احزاب في مصر يعني كان فيه محاولة قبلها سنة 1882 الحزب الوطني وبعدين بس مش بالمعنى الحزبي لكن التلاثة دول كانوا بالمعنى الحزبي والنادي الاهلي تأسس كان حدث لا يقل في اهميته وفي ردود الفعل عند الشعب المصري عن ان الاحزاب التلاث اللي هي بيأسسها بقى الشيخ علي يوسف في الاحرار المبادئ الدستور كان اكبر صحفي زي تقول مثلا في مرحلة مرحلة مثل مصطفى امين او الاستاذ هيكل وكان مصطفى كامل طبعا زعيم العظيم يعني وكان الحزب التالت اعتقد كان حزب الامة كان فيه الاستاذ او الدكتور احمد لطف السيد كان سكرتير عام الحزب واعتقد كان محمد محمود احمد محمود ابو محمد محمود وزيري الداخلية هو رئيس حزب الحرارة الدستوريون بعد كده شوف علامة فريقة اختيار اللون بتنسبة لنادي الاهلي ايه السنة اللي تأسس بيها وكانت بداية بقى فورة وطنية كبيرة والجميل يا سيد ناصر كمان الفن كان جزء كبير جدا من تكوين النادي الاهلي يعني الفن والفنانين جوه النادي الاهلي جزء كبير جدا من تكوينه عارفين التاريخ عارفين التأسيس عارفين الشعار وحتى لما بتطلبهم بيكلموا عن النادي الاهلي بتسمع منهم كلام مش قصة ماتش كورة او قصة بطولة لا قصة ارتباط عاطفي كمان ووجدان عاطفي بالنادي الاهلي اه الاهلي انا يا زايفة كنت دايما اقول جملك الشهيرة يعني انا بشجع الاهلي من وانا صغير يعني انا من دفولتي بشجع الاهلي وبعدين الارتباط اكبر كمان بحكم يعني علاقات كتيرة مع عدد كبير جدا من نجوم النادي والمسؤولين عنه لكن الاكتر لما جات قناة النادي الاهلي حسستني بالمسألة بعمق كبير جدا الاهلي حالة مش مجرد نادي لتاريخ وعمل انجازات لا هو حالة يعني احساس كده فيه ناس عمرها ما دخلت النادي الاهلي لكن ترقيه احلاوي جدا يعني ممكن ما يقبلش انك تغلط في معلومة عن النادي الاهلي يعني لو قلت فلان سجل جور لسنة 64 وهو مش فلان لا ده فلان يزعل جدا يزعل جدا يقولك تاريخ اه بتغلط في التاريخ انا نفسي المصريين يبقوا في تاريخ بلدهم زي الاهلوية في تاريخ النادي الاهلي يعني نفسي الناس كلها تبقى عارفة تاريخ مصر زي ما الاهلوية عارفين تاريخ النادي الاهلي طيب اسم البرنامج وارتباط اسم البرنامج بالجملة الختمية اللي كنت دايما حرصت انك تختم بيها البرنامج مع تكوين فريق العمل انا فاكر وقتها طبعا الزميل العزيزة باستاذ اهاب الخطيب دكتور عماد يوسف زملاء كاسيرين كانوا موجودين معنا ساعتها في هذا البرنامج اه اه ما اذكر اعماد طبعا كان ليه دور كبير جدا ومن الناس الايليين وانت طبعا يعني اه كان فيه كمان حد انا عايز افتكر الاسم اللي هو شارك معنا في اختيار اله اه طبعا الاستاذ جمال جابر اي واقع اي استاذ جمال جابر اه الزميل العزيزة اه رئيس تحرير البرنامج معلش يعني يسمحني بقى استاذ جمال يعني لانه يسمحني على الزاكرة لان انا مش جاهز انا جاية هدردش بحك انت اللي بتطلع مني الكلام اللي استاذ جمال جابر هو اللي تقريبا اما قعدنا نقول اسماء 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 كتير وكنا قعدين عنده في المركز العامي في النادي الاهلي لان خرقت قعدت معاه ومع اهاب وقعدنا نقول اسماء فهو قال اسم البيت الكبير كل الجملة بتاعت البيت الكبير انا فاكر فقمت نشاطي بكل اسماء قال لي طب مش هنكمل انت عادتك قلت نحنا هنكتب اسماء كتير قلت لأ خلاص هو ده اسم البرنامج انتهت ويومها قال لي يعني انا ليه حق قلت لأ حقوم محفوظة قمت مش فاكر طلع نص جنيه او جنيه او ربعا جنيه وما دي طلع عليه ربما يكون معاه وانا سعيد جدا انك فكرتني بالمسألة دي لان انا عمال افتكر يا ربي الاسم ايه حنا بتزع اسماء ناس قريبة منك جدا يعني انا مرة نسيت اسم ابن خالي اه عمال ادور على الاسم مش عارف يعني فعمال اقول له يا مولانا وهو كبير ويا استاذ وبتاع وبعدين جيت قلت لأ محمود فقالولي لا اذا عصام فقالت لهم بغيروها اللي ايه يعني طبعا لا يعني ما يتنسيش وانا كمان ما بحبش انسة ان حد ليه بصمة حلوة يعني بتبقى حاجة حلوة الجملة اللي كنت حارس دائما على اختمين الاسم البرنامج فيها اللي هي عنوان بيتنا زي ما كان مش ممكن تنسوا العنوان صح هي مش كده طبعا قصيدة كانت للماستاذ الكبير قوي سيد حجاب بيغنيها على الشزاء الحجار فاضطررت استأذنه ان انا هالعب شوية في الكلام قال لي دهوسه بص يا ناص طالما في الاهلي دهوسه فطبعا فبقيت عنوان بيتنا زي مكان هي اه لا اشرف احسن ده او 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 انا كنت بقوله مش ممكن تنسو العنوان بيتنا زي مكان مش ممكن تنسو العنوان انك كان عنوان عنوان الاهل اه طبعا لا يمكن حد يقدر ينسى العنوان فلعبت شوية في المعنى يعني غيرت في الكلام في اصل القصيدة او الاغنية اللي كاتبها الاستاذ حجاب وكان موافق عليها وكان موافق الاستاذ الحجار برضو على الكلام ده لان قلت له بعدها تمام فكرة البرنامج كانت منسجمة ايضا مع القيم والمبادئ اللي كانت طبعا النادي الاهلي بيطبعها في كل قطاعاته والقطاع الاعلامي تحديد على المنظومة الاعلامية جزء رئيسي من منظومة النادي الاهلي البرنامج طبق القيم والمبادئ وصل رسالة اجتماعية كانت مهمة في التوقيت ده ستصر طبعا طبعا يعني حتى الاعلام الرياضي لما بدأ يبقى فيه اعلام اكثر تخصصا للنادي الاهلي هتلاقي العمالقة العظام جدا طبعا في الزمالك فيه اسماء كبيرة جدا اساد زا ما نقدرش ننسى السيد ناصب السليم ما نقدرش ننسى السيد عفضيل طه لكن هتلاقي له السيد نجيم المستكاوي مثلا السيد عم جيد نعمان ما بقولك يعني هتلاقي اسماء قبض كبيرة جدا وهم نفسهم كانوا مثقفين اول يعني كان صعب انك تتكلم في الفكر والفلسفة قدام نجيم المستكاوي وده الرجل اللي قال عليه الاستاذ نجيم محفوظ انه هذا رجل خسروا الادب والاستاذ نجيم المستكاوي ناس كتير ما تعرفش انه العميد الادب العربي ما قدم له كتاب غزمة الضمير الاوروبي فشوف اما يبقى نجيم المستكاوي بقى هو اللي بيأسس جريدة النادي الاهلي يعني في علاقة انت تتخيل بمناسبة المعاني بالضبط القيم اللي بتوضع او بيقوم البناء عليها فلما نقول بقى اسم الاستاذ نجيم المستكاوي ده بيأسس ما بالك بقى بعد كده بتبقى الدنيا شكلها ايه وما كانش فيه اللي احيانا بيحصل دلوقت بزعل بزعل جدا ريادة النادي الاهلي اعلاميا يعني اول مجلة كانت مجلة النادي الاهلي سنة 74 اول قناة مش في المنطقة العربية بس ده في قرى افريقية بالكامل بالنسبة النادي كان النادي الاهلي عام 2008 هل يعني الرسالة اعلامية اللي خرجت من خلال منظومات الاهلي الاعلامية قدت دورها خلال كل هذه السنوات سواء من 74 او حتى في 2008 لغاية 2019 بالتأكيد وتأثيرها ايضا كمان في المجتمع بينا جدا يعني تقدر تقول بتبان في ايه بتبان مثلا في اللحظات اللي من الممكن فرقة النادي الاهلي تتهز فيها الاعلام اضافها طبعا الى ان ده جزء من تكوين النادي الاهلي لكن الاعلام بيثبت مسألة الثقة في اني قادر اجيب البطولة عند المتفرق والمتفرق بينقلها للعب واللعب بيلعب باراضة تخلي المتفرق واصل الاعلام كان نائل ده عكس ده كويس قوي يعني وحريص الاعلام انه يبقى عباية زي ما الجمهور هو العباية الكبيرة جدا طبعا اه لكن اعلام اللي في النادي الاهلي كان احساسه بان الكيان كبير قوي فاللي بيشتغل فيه لازم يبقى منضابط جدا اللي يخرج الاهلاوية ما يبقوش مش حسينه منهم ما هو ده بقى اللاين او الخط الفاصل ما بين ان انت عايز تبقى حماسي قوي الاهلي وجمهوره ومكسب وبطلات وفي نفس الوقت برضو ماسك في اللاين او السطر انك برضو عايز تمشي بنفس القيم بتاعت النادي الاهلي ومعادة النادي الاهلي كان فيه حفاظ على الجزئيتين دول وبتبقى ماشي والخط واضح او خط مستقيم بدون ما تميل هنا او تميل هنا هو 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 سبحاند يعني زي ما نقول ايه لما انت بتبقى من اسرى عريقة قوي ايوة فبتبقى اكثر هدوءا واكثر اتزانا الله على المعنى اه يعني فلما تبقى ابن من ابناء النادي الاهلي او بتقدم اعلام في النادي الاهلي انت واحد من اسرى عريقة اوي فمحدش هيهزك يعني حتى اللي هيهزك الناس اللي تضحك عليهم مش انا يعني انا ما بتهزش يا ف النادي الاهلي اسرى عريقة جدا جدا ودي طبيعة مش اسر يعني اكيد في اسر كتير عريق لكن انا بقصد ان يبان سلوك الاسرى العريقة في الجمهور وفي الاعلام وفي اللاعبة وفي النادي الاهلي على فكرة اولي الاوي لما تذكر خروج للاعب عن السلوك الرياضي اكيد بتحصل بس اولي الاوي اه نصة ضعيفة او استثناءات ضعيفة اولي الاوي يعني ما هيش كتيرة يعني مش الحالة لا لا خلق بالزبط كده يعني النادي الاهلي مثلا مفيش ازمة انه ممكن يخسر ماتش مفيش ازمة انه ممكن يخسر بطول خالط مع ان الجمهور ما بيقبلش واللعيبة ما عندهاش استعداد بس السيستم يبقى صح بالزبط لكن الرياضة مكسب وخسارة فالسلوك ده يمكن دلوقتي لما بتفرج انا اتبنى ان يتعمق يعني يبقى موجود قوي لما بمتفرج على الكورة في اوروبا ومن نعم ربنا ان الدنيا تفتحت قوي فبقينا بمتبعت اوروبا بقى بالنسبة لنا يعني زي انديت مصر كده بتوقع تفرج على الدور الاوروبا على الهوى وبتشوف السلوكيات بتاعت الناس الاهلي سبخ لده يعني الاهلي ممكن جدا يبقى بيخسر وما يبانش عليه انا فاكر كنت مع الاهلي في جنوب افريقيا في مباراة السوبر ودي مباراة كسبة الزمالك بجول ايمان منصور الشعير جدا ساعة اربعة وتساعة والله يرحمه كابتن طارق سليم في اليوم ده فضلت قاعد معاه بعد المباراة الساعة ستا الصبح تاني يوم مش مستوعب ان الاهلي يخسر يعني ايه لا انا مش المشكلة ان الاهلي يخسر المشكلة ان احنا ملعبناش كويس يعني انا مزعلني ان احنا ملعبناش كويس بس لكن مش مزعلني ان الاهلي يخسر ما لا انا خسرت كتير يعني هو كان بيكلني على المسألة دي فافتقرت على طول في لحظة وكنت صغير كنت طالب في الجامعة وكان متش للاهلي والمصري وانا واقف كابتن صالح سليم داخل فكان المصري كسبان الاهلي كسبان واحد صفر او اتنين صفر مش فاك فبيقولوله كابتن لا كسبنا مبروك قال لهم احنا مكسبناش المصري اللي خسر فانا ساعتها بصيت قلت اللي بيقولوا ده ومش فسألت اللي كانوا قريبين منه قالوا لا هو مش مبسوط من الاداة رغم الفوز اه يعني شوف الاتنين هو فايز لكن هو قال احنا مكسبناش الجملة دي كانت تقريبا ستة وسبعين سبعة وسبعين اربعة وتسعين اه كابتن طريق سليم بيقول انا مش زعلام الخسار انا زعلام الاداة والشيء بالشيء يا اسكر يا سيد ناصر اسف للمقاطع لان نفس الموقف ده تتذكر مباراة الاهلي والاسماعيل مباراة فاصلة كانت في الدورة العامة لعبة فستاذ اسكندرية ايوه محلة اه لا الاهلي والاسماعيل كانت فستاذ اسكندرية والاهلي كان متقدم بثلاث اهداف مقابل لاشيه او اربع اهداف مقابل لاشيه ويصف خمس دقايه الاسماعيل جاب ثلاث تجوان المباراة انتهت والاهلي فاصة أربعة ثلاثة وفاص بالدوري مباراة فاصلة افتكرتها الاهلي لعب مباراة فاصلة مرتين مرتين في المباراة منهم ده في اسكندرية اه والكابتن طريق سليم وقع غرامات على لعبة الاهلي رغم الفاص بالدوري ايه لكن عشان كان فايز اربعة سفر او تلاتة سفر وقدر الاسماعيل يجيب ثلاث تجوان في الخمس دقايق فكرة الانتقاب تكسب بس لازم تلعب لغاية اخر ثانية لازم تلعب لغاية اخر ثانية لازم تلعب لغاية اخر دقيقة هو ده الاهلي اه بالضبط كده يعني هي مش فكرة اولا لازم الناس تحس انك مقدم روحك عشان بالتالي او انا بقولك ان الاهلي يخسر فيش قسم لعب بانش كواس قوي وخسر بتقبلها يعني اعضاء النادي الاهلي بزد جمهوري النادي الاهلي اه اه او وده سر احترام او تقدير الدنيا كلها النادي ده جمهور الاهلي لما كان بيقابلك بقى حتى لغاية دلوقتي حتى لغاية دلوقتي اه ابرز الحوارات الجانبية بينك وبين الجمهور او تعليف الجمهور حتى في وقتها اثناء البرنامج لا حتى دلوقتي بيه يعني فيه ناس بتفكرني بحلقات يعني انا قلت اه يعني استرجعنا ذكريات قدر الامكان اه قدر الامكان بعض الحلقات او اه لا فيه ناس بقى تبقى فاكرالي جمل جمل داخل الحلقة اه انت لما سألت فلان قلت له كذا انا طبعا مش فاكر يعني فات عمر وفيه شغل كتير اضافة زكريات مكة تبقاش او فاكر الضيف لما اه دخل يعني فيه حد قال لي ايه انا منساش اه ان اول ما بدأته ا Хотentar بك Σالح فامرامي السجارة في السدوديو مكنش خايفID simultaneously هية فعلا حصل يعني هو كان حايز يشعر بالسجارة ونشقد يعني ايه انه كنا مقدر فاقع الآن فيه Gilliam ايه اللي قد월هاي fireoj يعني ايه اللي قدر يعني ايه اللي قدر مش قادر يعني هو كان مدخن من شاك فا اما ج schreiben يرجع هوش هايزير بالسجارة فالكاميرا وطع ليه هو أمر حلو والله يرحمه فلقيت واحد بيقول لي على المشهد ده دي أنا ما كنتش بتخيلها إن الناس تبقى مدقاء أنا باخدتش بالي في الحلقة بس ظهرت فالناس خلت بالها فالناس مركزة بأداك التفاصيل في كل حاجة يعني وكان وقت ما بقى وده من حب وقشق جمهور الأهلي لنادي الأهلي طبعا طبعا يعني مثلا من الحلقات اللي الواحد يعني ما ينساهاش وأنا عمال بحاول أفتكر لما جيله أستاذ كامل بطار والحلقة قلبت عن الإزاعة والإصراعات اللي بين الأهلوية والزمال كوي وحكي حكي وخاصة كان حكيه كتير عن عم جورج سعد جورج سعد كان ما يتفرقش على بابريات الأهلي والزمالك إلا في وسط الأهلوية يعني يجي يقض عشان يغزهم والماتش شغال يعني وأحيانا يبقى فيه مفعال حد بس عمره ما كان يصل إلى حد جورج سعد كالراجل كبير وإمت كبيرة ما كانش يصل إلى حد بسهل أن حد يقدر يتلفز بلافظ أو يمدي إيد لا يمكن يعني وهو كان يبقى يا سلام بقى لو الزمالك بتقدم أنا شفت الماتش عدده كتير وكنت أحب أتفرج عليه مع الكابتل شاو إحامد مع الأه الكابتل إن شاء الله عليك الشاو إحامد بقى يقعد بقى يعمل معه تحس إنهم تقريباً هيدربوا بعض وبعدين يوم هنراجلين واخدين وهم بيتكلموا يعني لحظة الاشتباك دي فطبعاً دي من الحاجات دي موجودة متورسة يعني وسألت فيها كتير وأستاذ دي جيمسكا وكتب فيها كتير كتب فيها كتير طيب من ضمن الحلقات أبناء الفنانين اللي كانوا راحلوا عن عالمنا أبلي كتير آه آه دي من الحلقات الجميلة جداً يعني الحلقة دي لها عندي أنا ذكراتي وكأنه أنت كنت شغلناها بس كان هي المرة الوحيدة اللي اشتغلت فيها شوية مرة واحدة لحلقة واحدة بنتي بسانت يعني هي اللي قالتلي الفكرة دي إن فيه كذا وكذا وكذا فكان فيه الأستاذ ماضي أعتقد ماضي الدين وده ابن ابن دي آه توفيق دين آه وتوفيق دين كان زمالكاوي رغيب آه وكان مش متذكر اسم الأستاذ ابن الأستاذ صواحنا عزمي وابن شكري سرحان فاتنين زمالكاوية واحد أهلاوي يعني اتنين زمالكاوية جمدين جداً واحد أهلاوي والحلقة بقى بقت أهلي وزمالك على الهوى يعني وهم بيتكلموا عن ذكريات أبو زكريات والده لما كان بيتابع مباريات القمة أو مباريات الزمالك أو مباريات الأهلي ويقولك بقى تعليقاته إيه في حالة الخسارة أو كان حالة مصارحة يعني الوالد بقى توفى فكان كل واحد بيحكي كل الكواليس براحته أنا هقول حادتك على المفاجأة يعني أنا بعتبر نفسي أن الأهلاوي السيخ اللي هو التعبير اللي إحنا بنقوله يعني سيخ اللي هو القول اللي عاصبه أول متعاصب جداً أنا أبويا كنزا مالكاوي ده أول مرة تقولها أه دي أول مرة أول أنا أبويا الله يرحمه كنزا مالكاوي وكان زمالكاوي زمالكاوي جدا يعني يعني أنا منساش أبدا لأنه كان بيحب عمر النور فمنساش عمر النور وفضلت الحد ما استضفت كابتن عمر النور في برنامج البطولة سنة 2008 أعظم لأنه كنت عايز أشوفه فكأن أبويا معايا المذهل بقى كمان الأكتر يعني إن أحمد ابني زمالكاوي رغم إنه متربي في وسط كل الأهلوية يعني نجوم الأهلي يعني من وهو صغير مثلا بيشوفه بيشيله كابتن محمود الخطيب محمد رمضان أيمن شاوي كابتن طهر أبو زيد مربيه تقريبا يعني كل دول هو عايش في وسطه وطلع زمالكاوي بس دي لها سبب سبب؟ آه لها سبب هو أهلاوي جدا وكان عمره 11 سنة فهو بيحب العكور فأنا سبته يروح يقدم في اللي هي الإختبارات بتاعت الناشئين فراح أدم فتجاوز في التصفية الأولانية أنا مش عايز أروح عشان ما الكرة مفاش روسية أكيد فأنا قلت له الكلام ده قلت له الكرة يعني حتى لو وصنا عليك هتنزل الجموح يضربك يعني على رأسك ويدربنا لك كمان هاي خلاص علي أنا ففرزوا فرزوا فرزوا وهو عمال يتقدم يتقدم وبقى في الفرقة هو بقى منهم فقال له هنكلمك هنكلمك بالتليفون علشان تيجي بعدها كابت ميمي الشيربيني يا الله يما سيب الخير وكان اللي باسك إداري ساعتها كان مهانس سامير عادل فقال لي قال لي قلت له ده ابني قال لي انت جاي بعد ما اخترناه وحاجات زي كده قالت له ما كلمهوش السنة دي حصل حاجة ما ما خدوش السنة السنة ده فيه سنة لغة تقريبا لأنه كان فيه مراحل في قطاع ناشئ قبل يتلغى عمر سنية حسب الاتحاد ما كان بيقرر كان فيه حداشر هو كان حداشر سنة تقريبا يا خب عملت فضع لخطره وغير انتبقه صدمة فخيصا بس طبعا يعني بقى ايه متعصف شوية دي سلاتي ما بقاش متعصف خالص لأنه بيتفرج على كرة أوروبية فبقى بيشجع مشاعف برشلونة وبيشجع على ليفربول حاجات زي كده يعني فالفكرة ان احيانا واحد يطلع في بيئة زملكة يطلع اهلاوي جدا واحد يطلع في بيئة اهلاوية جدا ويطلع زملكاوي او المجتمع المصري كله مجتمع يعني ممكن العيلة الوحدة والأسرة الوحدة يكون الاب زملكاوي ويبدو يطلع اهلاوي اخوه يطلع زملكاوي بتبقى العيلة كلها اه دي متعة دي متعة الحياة ومتعة الكورة كمان ودي موجودة في اوروبا يعني سيد محمد انا امت على لحظة بتفرج فيها علامات شكورة لما تبقى فرقة كبيرة خسرانة بطولة وبتتفرج على المدربين وهم بيسلموا بعض وبيدعبوا بعض اللاعبين وهم بعد نهاية المباراة والجمهور المهزوم بقى اللي قاعد بيسقف كأنك في الابرة صح قاعدين بيسقفوا وبتقدير شديد جدا لأنهم شايفين اللاعبهم ما اصروش يعني يعني اليفربور بيخسر على بونت في الموسم اللي فات والجمهور يعني بونت وهو كان متقدم بسبعة بونت حاجة يعني كبيرة جدا يعني وكانوا هيبقوا عشرة وبطولة وكانوا هيبقوا عشرة لأنه ماتش كمان منشستر لو هو كسب كان يبقى عشرة بالظبط فلما خسر بقت سبعة وقاعدت بيسقف ايه وبطولة الدورة الانجليزية يعني حاجة حاجة عظيمة وبعدين منشستر بيلعبوا من كم يوم كده اللي هو حاجة اسمها الدرق الخيري فمنشستر بطل الدوري بيلعب ليفربول بطل أوروبا بالظبط وتاني الدوري وتاني الدوري والماتش وبعدين يتعدلوا وضربات الجزاء يكسب منشستر شوف جرادويلة جورتيولة ويورجن كلوب بيتحاكوا مع بعض ازاي مكلوب خسر كاسة الجمهور بتاع ليفربول بيشجع اكتر من جمهور منشستر اللي كسبان اه يعني الجمهور اللي خسر بيشجع اكتر من اللي كسب لانه اللي خسر كان لعب احلى من خسر لعب اه بالظبط لعب احلى وبازل جهد كبير جدا يعني ودي الثقافة اللي احنا تعلمناه ونشوفناه في النادي الاهل وستوز ناصر من خلال حتى الامثلة اللي دارتها طبعا موجودة على طول على طول النادي الاهل كان ممكن يبقى لعب ماتش رائع ويخسره مفيش مشكلة خلص هاي يعني انا اذكر يمكن والمستوى حمد روسي اذكر دي محمد رمضان ليه واقعة لطيفة جدا معايا وفي الارام فيه فترة محمد رمضان اول ما جاء بقى عايز يهاجر وقالوا هيهاجر امريكا عملنا لها تغطية قصة طويلة جدا فالتغطية كانت مكسفة قوي ورا بعض وبعدين الاهلي هيلعب المعاولين فرمضان والسنة دي كان الاهلي بيغير يعني سنة فيها دروب جامد وده شيء طبيعي جدا يعني حصلت عند الاهلي الاهلي عطول لما بيحصل دروب فتبص تلاقي بيقوم راجع بقى 6-7-8 سنين بالزبط واخت بطولة يعني بالشكل ده بتعمل فرقة لتسع سنين أو تمن سنين بالزبط ودي حصلت كتير يعني حتى دلوقتي الجيل ده هيبقى كده لا خدنا 4 سنين وان شاء الله نكمل كمان بقى يعني دي فترة الدروب على فكرة يعني خدت الاهلي خدت بطولها فترة الدروب مش فترة الحمد القوة والعافل لسه يعني أنا ان شاء الله هتأخذ اللي جاي أكتر لأن عملية البنى شغالة اكيد فمحمد رمضاني الجمهور بيهتفلوا ال ال كماتش الولومبي في المعاولين محمد رمضاني حبيبنا هو عتمشي وتسيبنا وهو كان مصر على أنه يهاجر مش عايز لعب كورة وحاجات كتير كان معنوين أنه تنقل من الترسانة لالي في الوقت اللي فيه دروب ما هو النجم يعني هو كان تقريبا أكبر قسم ساعتها يعني وهو اللي شايل الفرقة اهداف فأنا تعرفت عليه بعد الحكاية دي فقال لي بقى ده جمهور الواحد يقدر يبدع عنه لا 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 مستحيل يعني أنت عارف وبعدين هو مش متخال رمضان مش من النوع اللي سعيد بحكاية النجومية دي يعني مالوش مالوش يا قل مالوش الأدواء والشهرة لا خالص وكان ليه طبيعة خاصة جدا كده سجل الجول وتلاقيه جاي كأنه معنوش حاجة خالص وبالمناسبة دي مرة عمل هيصة جمدة بجول كده يعني فجيت قلت له سألته عن قصته اه قلت له إيه اللي هيصة دي بتاعه قال لسانو كانت أفصيد وفعلها لحكم ساعتها يعني برضو دي موجودة يشوف هو اللي بيقول هو ما قالش في الملعب طبعا يعني ساعتها الدنيا متكهربة هو كان النصب يعني لكن هو قال لي كده يعني ففي حاجات في الكرة كمان يعني ناس يقول لك الصناعة الكرة تارفيه والكرة رسالة يعني اللعيب الكرة اللي بيبقى جزء من مجتمعه ويقدم لمجتمعه الناس ما بتنسهوش والكرة فنه ابداع صحيح يعني يعني انت لما تشوف كابتل صالح سليم وهو مع ناجات ناجات الصغيرة وتفرج على الفيلم الشموع السوداء يا صبح ممثل عبقاري يعني شفت الفيلم ده مسلا اربع خمس مرات وفي ناس شفيته عشر خمستاشر مرات مش عشان صالح سليم هو صالح سليم مايسترو والرامز الرياضي الكبير لا اداءه اداءه التمثيلي اذكر بقى في انه الفنان احمد زاكي يلا يرحمه قال لي اما جيت اعمل دور طاحسين كنت مرعوب لان انا كنت بحب صالح سليم في فيلم الشموع السوداء انه بقى متأثر بطريقته بطريقته اداءه بالزبط بالزبط فشوف فنان عبقاري بيتكلم عن اداء ودور كنت مصالح ده ده وكان مصالح مش فنان لأ هو عمل اذن دور او دورين يعني مرة ده انا اذكره له اذن فيه فيلم تاني فيلم تاني كان مع فتن حمامة اذن كده اه مش فاكره لكن ده لاني شفته كتير وبقيت خفزه يعني وبعدين بقى بعد كده يعني انا شفت هو وان صغير وبعدين في مرحلة تالية وبعدين لما شفت ده علامة من علامات السينما المصرية الفيلم الشموع السوداء توقت بقى مع كارت المصرح تلاقيه هو نفس الاداء ما عملش حال يعني ما عريقش ما 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 طبعا طبعا اتذكر برضو احنا بنتكلم في البيت الكبير والرسالة الاعلامية اللي قدتها القناة من 11 سنة كان لعلاقات حضرتك القوية حتى بالمسؤولين في الجزائر وحركوا تمدير مكتب الاهرام في الجزائر قناة الالي كان لها السبق في التوقيت ده نتصنضيف حتى وزيري الشباب والرياضة ووزيري الاعلام الجزائري اه اه طبعا كان كان وزيري الشباب والرياضة في الوقت ده فيما اعتقد مش بس كان العزدي ميهوم اه اللي هو كان ساعتها كان وزيري الثقافة وعزدين اصلا قصة برضو مسيرة جاوان شعر كبير جدا بالضبط ومثقف كبير ورئيس اتحاد الكتاب الجزائريين وهو محرر رياضي في مرحلة من المراحل وكان رئيس الازاعة ورئيس اخطاع الأخبار يعني فكرة ان يبقى في حد بيشتغل حتا فجيتنا بالفكرة اه يعني ما انا بقول كان حمروي حبيب شوئي كمان اه اللي صدفناه ده كان وزيري الاعلام برضو اه و مش فاكر اسم وزيري الشباب والرياضة مش فاكر انه فيهم يعني لان عد علي كتل الجزائري بيحصل فيها تغيرات كتير قوي اه في وزارة الشباب بس هو كان بطل يد يعني كان من جيل كابتن حسن مصطفى وانكن حسن مصطفى برضو من ناس اللي صدفناه اه دكتور حسن مصطفى اه كان فترة والدكتور عمرو علواني والدكتور عمرو علواني دايما يقول لي ايه يقول لي انا منساش الحلقة بتاعت الدكتور عبدالقاحة جمال الدين وتفرقت عليها مرات كتيرة جدا وابن سعيدة كان معالي السفير اه ابتالقاحة جمال الدين كان في مداخلة تلفونية ايه زكرايا كانت جميلة جدا يا سوز ناصر وكان البيت الكبير بيتنا كلنا كان فعلا طبعا 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 سوز ناصر لأفصل انا بشكرك جدا لنازل حلقة وانا سعيد على المستوى الشخصي بوجوتي معاك مش هقول بصباحة دا انا بشكرك جدا شرف كبيرلية ودايما كده بنوارنا ومشرفنا وموجود في بيتك على طول وبنستعيد الزكريات مش هقول مع كل سنة لكن مع كل فترة كده ان شاء الله دا بالعاكس انا صحيح جدا بشكرك جدا وعنوان بيتنا ايوا زي مكان مش ممكن تنسوا العنوان شكرا جزيلا سوز ناصر القفاص شكرا لكل مشاهدي قناة الاهلي في كل مكان كل سنة طيبين 11 سنة قناة النادي الاهلي صرح عملاقة صرح اعلامي عملاق كبير جدا ان شاء الله مستمر كمان معنا لسنوات وسنوات بيأدي الرسالة الاعلامية الايجابية في المجتمع المصري والدور الاعلامي الكبير زي ما النادي الاهلي كمان رياضيا ليه مستوى كبير وليه قدر كبير جدا سواء طبع الاتحاد الدولي والاتحاد الافريقي وحتى كل المسؤولين في القرى الافريقية بيهتموا جدا باسم النادي الاهلي ما تروحوش بعيد لاني فيه مفاجأة كبيرة جدا ومفاجأة مهمة جدا والصهرة مستمرة ومتواصلة لكن بعد الفاصل مفاجأة مهمة جدا واستمرار الزكريات مع قناة النادي الاهلي 11 سنة من العطاء والرمز الاعلامي الكبير لكل جماهير النادي الاهلي والشعب المصري العظيم